اكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية أن قيادة حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله قد جعلت البحرين نموذجا في التعايش الدينية في العالم بفضل رعاية ومبادرات جلالته الرائدة لتعزيز التعايش السلمي وترسيخ التسامح والحوار بين كافة الأديان والثقافات والحضارات على مختلف الأصعدة جاء ذلك خلال استقبال سموه للمسؤولين عن المعبد الهندوسي شاري كرشيا الذي احتفل بمرور 200 عام على افتتاته على افتتاحه والذي يعد الأول في المنطقة وخلال اللقاء شار سموه إلى أنه فخور جدا بأن يرى هذا الحدث قائلا هذا الشيء لا يفيج أحدا في مملكة البحرين لأن المملكة عاصرت العديد من الحضارات التي عاشت بكل سلام واتحاد فقد كانت المملكة نقطة التقاء استراتيجية للكل من الشرق إلى الغرب مضيفا ما يميز البحريني هو إنسانيته فلله الحمد مملكة البحرين مباركة من الله سبحانه وتعالى فقد رأينا جميعا في الأيام السابقة ألاف الزوار الهندوس الذين احتفلوا في العاصمة بعيد الهولي وتتوالى علينا الأحداث الدينية التي تقام في مملكة البحرين بكل سلاسة وسلام منويها سموه إلى أن جلالة الملك حفظه الله فخور بوجود هذه التعددية والسلام وفخور بالجهود المبذولة لإرساء دعائم التعايش السلمي بين البشر جميعا ما يجعل البحرين مركزا عالميا مهما للتفاهم والحوار بين الأديان مشددا على أن مملكة البحرين ستبقى على هذا النهج في الحفاظ على هذه الركاز مهما كانت التحديات التي تواجهها متمنيا أن تتخذ تجربة المملكة أن تتخذ لتكون مثالا للعالم أجمع ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر في المتحدث عن الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح رحمه الله 200 سنة 18-19 في حيث كان يحرق بيجرد بيجرد مجرد في المناطق من المناطق ويقوم بيجرد بيجرد ويقوم بيجرد 50 سنة في 1869 أتمنى أن المناطق كان صحيح في حيث في حيث أبي شخ عيسى بن علي الخليفة رحمه الله في حيث بيجرد المناطق بسبب المناطق بالعقب المنطق ظم المناطق في الأمزال المناطق 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 أط刻 مثل لا ، أشكر المنطق به المنطق تمنى أن وأنا لا أسأل، لا أسأل أحد هنا في بحرين لأن في هذا الموقع، هذا ليس كبيراً في بحرين بحرين هي قبل 7000 عام وفي هذه 7000 عام، نحن جميعاً 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 نحن جميعاً 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 نحن جميعاً في هذه المقبلة، نحن جميعاً جميعاً وقال بحرين، وقال بحرين، وفي كل هذه المقبلة، لأنه هو مجموعة غير من الأول لتحركة الأولى لها أقل أسفل لها دوماً من أجراء الأسفلية. وحرين، ومعاً بحرين، لا يزال لدى أحد الأشياء and practices and worships. It has ever since been living in a peaceful coexistence. I mean I can easily get drifted away speaking of Bahrain and the benefits that Bahrain has served the humanity. But again, we all believe as Bahrainis in two things. The moment a foot touches the ground of Bahrain you are considered a Bahrain for sure. And the second thing is the moment we always say that the moment you drink the water of Bahrain you never leave Bahrain. If you leave it physically your heart and mind stays in Bahrain. The ambassadors know this. The ex-ambassadors definitely know this. The people who had contracts in Bahrain short or long. The people who visited Bahrain the people who came for a day they will always be blessed as we have heard the beautiful news of His Holiness being granted with a child today. So Alhamdulillah Bahrain we say in Arabic is Mabaruka which is blessed by Allah. and it always remains in the minds well sorry once again I get carried away with Bahrain. Let's go back to our with our subject. You know a couple of days ago we have celebrated and thousands and thousands of Hindus and people have visited the temple celebrating holy. Next month just next month Bahrain's many churches will be overflown by Christians. The month later inshallah we will have Ramadan and Eid al-Fitr. We are lucky to see this peaceful coexistence in Bahrain and we are in the name of his majesty King Hamad bin Isa al-Khalifa tell you how proud he is to see the success that has been done in Bahrain. It's not the government it's not an order it's by the people of Bahrain it's by the expats whom are living in Bahrain those are the ones whom are the real enablers and the ones who contributed to make Bahrain continue this peace. So once again you know it really saddens me especially in this troubled world to see people can't live the way we live in Bahrain. But anyways I hope the world sees Bahrain to learn from our humble experience to learn from his majesty to learn from the people of Bahrain to learn from our noble and wise ancestors and to take it as an example if they take 1% of it I'm 100% sure the world is going to be a better place. Let me end my speech by quoting his majesty he said we sincerely believe ignorance is the enemy of peace and so we must learn from each other love each other and only by embracing and celebrating our differences will we be able to drive out of the pervasive darkness that threatens humanity and allow faith to illuminate our path to peace السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر اشترك من جいتي شكر القدس كواسمي فيشال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله واسمه شيخ ناصر بن حمد الخليفة على حسن الاستقبال واشهد باحتفال المملكة بمرور مئتي عام على افتتاح المعبد الهندوسي معكدا اهتمام جلالة الملك المفدى بجميع الأديان وسعيه المتواصل والملحوظ لتكون المملكة مضرب مثال لعالم للتعايش السلمي بين جميع الأديان موسيقى موسيقى جدا كان الانتباع عظيم جدا بهالحدث التاريخي اللي حضرناه واللي شعرنا انه كلنا نحن محادين بهالحدث شعرنا هذا الشي بتشعر بس بهال المملكة العزيزة على قلبنا اللي فيها اللي على رأسه الله يبارك خطواته وعميره وجلالة الملك المحبوب جدا منا جلالة الملك فنتمنى ما في شكل المملك يكون خير وتقدم وازدهار ونتمنى للشعب البحريني هالوحد دايما بهالروح الحلوي روح التضامن والأخبي بين كل الأديان وبين كل المكونات في المجتمع حقيقة انه شرفت بزيارة وفد رفيع من البحرين الى مركزنا الاسلامي في واشنطن ضم قيادات من اجالات الدين الهندوسي والبوذي والمسيحي واليهودي يمثل النسيج الاجتماعي للبحرين وقدموا لي دعوة لزيارة البحرين لحضور هذا الاحتفال الكبير باحتفال ممرور متعم على هذا المعبد الهندوسي البحرين معروفة بتعدد الثقافي والديني وهذا الاحتفال اليوم يدل دلال واضحة على التسامح الديني الذي طحظ به البحرين والتعايش السلمي الذي يقوم بين الأديان ترجمة نانسي قنقر